كتعاني اليمن الهيلات السوداء الوجيه دياله كله يا البنات مبرقع وقاع تحت الاوي ناس ديالكم يعني كلي تحتعينيها من فوق كلي تحتعينيها كله زرق كله نقحل كله عمر تسبوغات كله عمر مشاكل فاليوم اجبت ليكم احسن وصفة لتبييد الهيلات السوداء اولا لتبييد منطقة تحت العين او محيط العين وكذلك كما كان قولو وحد المحلول اللي ان شاء الله هدي مبغطاجيه معاكم اللي غتي يدهنوا به تحت الاوي ناس ديالكم لانو بعض المرات كان بغيو رولاكس كان بغيو نهدء العين سواء العين في حداتها لبناس بكثرة ما كان كونسومي ولها ولا بكثرة ما كان ستهلكولها طبي الحال الحاسوب تلفازة الهاتف النقال كله نهار را كدتها لك رماشي تسحبوها يعني كما كان قولو حنا وخا كان عسو خا كرتاحو ولكن كالتالك كي بدهو يبانو ذوك العروق الحمرين كي بدهو يبانو كدها مشاكل تدريجيا فنحاولوا ماكسيمو ما لبناس دائما نهدء العين بزيف ديال الحاجات الحمدول الاخير بلادنا كتير وكلام رغم باختاج معاكم حاجة جديدة كي بدهو تحت العين بمكونات اقتصادية كما العادة وكما الحمدول الله معاكم دائما الهميزات ودائما الوصفات البسيطة ورخيصة وكذلك بغتاج معاكم في الاخر دلافيديو واحد المحلول اللي غا دي على شكل كمادات غا تاخدي واحد القطاع ديال القطن او للي كوتون ديسك وتوضعيهم على هذاك المحلول ومن بعد تكاي هكدا يتكاي كاملة وترولاكساي وتعملي ذيك القطينة هكدا يفوق العوينس ديالك وبالصحة والراحة وهذا الغوصات مشيغل الكبار حتى الصغار لانو بزيك الام هات يقولي في التعليقات را عندي بنيتا عندي وليد هكي يعاني من هاد المشكل دي انتفا خلعين من الهيلة السوداء تحت عيني راكحل ونزرق فالبنات ان شاء الله غا دي انتهى الله فيكم فانتمنى هاد الفيديو يعجبكم انتمنى انهوينال الرادة ديالكم و بليز بليز بالله عليكم حبيباتي اشتركوا في القناة و تفعلوا زي الجرس فاش ان شاء الله توصلوا بكل ما هو جديد فالبنات هاد الفيديو ستتبيض و تفتح الوجه و تعالج الحروق ديال الشمس و السخونية ديال الشمس فاش كان خرجوا للسوق و لاندي ولدتنا المدراسة و رجعوا طبعا الحال هذا فصل الصيف يوجهنا كي يجي مشوط كي يجي سخون 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 و وجهنا حمر بغي تتفرق يعني كتقولي شنو الحاجة اللي غادي تتحلي هاد المشكل هذا مكينش هالبنات حسن هاد الفيديو ستحل هاد المشاكل ديال حروق الشمس ديال تسبوغات ديال الكحولية ديال الليباش ديال الحبوب بلوس البنات البرودة و انتعاش و علاج انتفا خلعين و الهيلات السوداء بصحة و الراحة و لا تنسونا شكي ما قلنا ملي لايك و على بركتي الله مشوك نتعرفوا على المكونات و بليز المناس لا تنسوش بغتاجيوها طبي يتحال لكم الاجر العظيم ان شاء الله اول حاجة غا نحتاجو هي بتاطا حب وحدة ديال بتاطا سوى صغيرة سوى كبيرة المهم في الحجم ديالها المسألة كتبقى اختيارية عادي تحتاج معي ان شاء الله واحد المعلقة ديال يوغورت يكون بارد في تلاجة بشاك ديال يكون منعيش وزوين و غا تحتاجي معايا الخرقوم البلدي ثلاثة الحاجات البتاطا الخرقوم و دانون فقط و ان شاء الله رغم باختاجي معاكم المصفة ديال المحلول غير بقوا معايا لانو دائما الحمدولال جديد و دائما الهميزات المهم اول حاجة غا ننقي هاد بتاطا هادي و ما غناخد هاش كاملة غا ناخد غا نصف ديالها كما تلاحظو البنات سننقيها مزيان من نسبة البتاطا كنصحكم بها فهد فصل الصيف داروري يا البنات ما تبقوا تستخدموها لانها كلها منافع وكلها مزايا انا اخذ هنا واحد الحكاكة كمية اللي اعطتني يعني كمية اللي غير نصف حبة و شوفوا الكمية سبارك الله اللي اعطتني من بعد البنات سناخد واحد صفايا كناخدها لك مبشور ديال نصف حبة ديال بتاطا و كنعسره مزيان مزيان حتى يعطيني ديال الموها اللي بغيت انتم حبيباتي شتو تبارك الله ما شاء الله الكيمية اللي اعطتني هاد الكيميارة كافياني هاد هو عسرة البطاطس طازج اللي غا تحتاجوا اي وحدة باش تداوي دك الانتفاخ ديال العيل لها و الوليداتها من بعد البنات سناخد الخرقوم و غا نديروا من نصف معلقة و من الاحسن يكون البلدي و تكون نوعية ممتازة لان الخرقوم و الكركم راها من بين احسن مكينة البنات نخلطوه معاديك معلقة ديال عسرة البطاطس طازج و غادي نزيدوها معلقة ديال دانون ملسوس او لدانون بأي نكهة بغيتو انا مكترت شدر تغينس معلقة اللهم بارك ها انتم حبيباتي ها هي الوصفة واجدة بك اتاخذ هاد الوصفة هادي و كديريها تحت العينين ديالك تحت عوينات كاملين كدهنيها و تخليها و تخليها وحد ثلاثين دقيقة او لخمست عشر دقيقة و بعد تغسليها بالصحة و الراحة هادي هي الوصفة الاولى لبنات لديها تلاتي المكوينات عصير بطاطا تازجم طبيعة الحال معلقة ديال الخرقوم البلدي يكون باودر ناعم و تكون نوعية ممتازة و معلقة ديال دانون من الاحسن يكون مسوس باش هكتم يسبب لك الحساسية تحت العينين ديالك وبصحة و الراحة هادي هي الهميزة و هادي هي الوصفة اللي الحمد لله من ديما كان قوليكم هرا الهيلة السوداء و انتفاخ العين بكترس ما كدهني دوكلي فان دوتنا مغيباش تدرقي دوكلي هيلات السوداء را كدزيدي فيهم يعني عوض ما تنقصيهم كدزيديهم فباش تنقصيهم دويهم بالاشياء الطبيعية في حال هاد الاغوستة البنات دياليها غير كلتة ايام والله القسم حتى النتيجة صادمة و الشي كامل منذ اول استخدام ولله الحمد فانتمنا تجربوها وتردو علينا تحت في التعليق أنا البنات في انتظار تعليقاتكم الراعة والجميلة كاملة مكمولة و كنقرأ تعليق بالتعليق فانتمنا البنات خليونا دي كومنتير زويني رحمة الواليدين كيف اجدتكم لغوستات واللي ديطاي كاملة و دابا غادي ندوز معاكم باش نصوبوا المحلول اللي غادي تفضعي حتى هو تحت العينيين ديالك او لا فوق العينيين ديالك على شكل كمادات بواسطة سواء اللقطن او لا لقطن ديسك يعني اللقطن الدائري سوف نحتاج ان شاء الله واحد الكاس ديال الماء العادي من بعد سوف نضع في المتلجات هذه الماء هاوما البنات بشكل يكون منعش مئة بالمئة سوف نحتاج كمية الورد المجفف سوف نضيف كمية من البابونج المجفف هاوه و سوف نخلط جيدا المكونات هاد المكونات هادو باش هكاي البنات اندمجوا لنا المقادير كاملين على بركتي الله يعني ذاك الورد وذاك البابونج نجمع ذاك التلج وكنزيد كمية من ماء ورد وهاهو البنات المحلول ديالي واجد منعش وبارد وغزال وزين وكيخلي واحد النسمة واحد درويه كتحمه دابالبناس تاخدوا ليها كده اللقطن المهم على حسب ذك شيء التي توفر عندكم اخديت غير اللقطن كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو الأجدور اضع المحلول وضع المحلول 30 دقيقة وضع المحلول يمكنك تصفي المحلول تحت الأعين 30 دقيقة ثم تطلق الورد المجفف تطلق الفعاليه في هذا المحلول وضع المحلول خاصة الحصول وضع المحلول تحتاج المحلول يمكنك تصفيها يمكنك ت BLACKMED وضعه طريق الطريق وضع المحلول يمكنك تحرير وضع المحلول اليوم هذه المحلول الوصفة الأولى البطاطا تحمق البطاطا و الخرقم و وصفة اقتصادية ثلاثة المكونات الكوركم البطاطا المحلول بمكعبة تلج كمية من ماء ورد كمية من الماء العادي و كمية من الورد المجفف و البابونج المجفف 30 دقيقة نستخدمهم 30 دقيقة و نطبقهم بواسطة قطع قطن أو القطن الدائري و بصحتكم البنت و سوف تكون مصفة صالحة للنساء للرجال الكبار والصغر يجب أن يكون الوليداتك لك يعانون من انتفاخ العين العين عيانة فاتيك دي ما تشعروا بالعروق حمرين دي ما تشعروا بأنكم خسكم من الدارات عينكم دجا عيانين فدروا لي هاد الوصفة و اردوا علي الخبر واقتصادية و فعالة لأن كل هاد المقادرة اللي استخدمنا كلهم كما يقولون مكونا لأن البطاطا معروفة منافع ديالها و كما قلنا ماشي هاد الوصفة هدي ديال لكل خرقهم ما تدريهاش غي تحت عينك دريها لتحت عينك و لوجهك يعني دريها تستفدي اثنان في واحد تحت الاعيون ديالك وحتى الوجيه ديالك باش هكذا تعالجي الحروق ديال الشمس محروق بالشمس فيه ليطاش فيه الاثر ديال الحبوب فيه ذاك الحفاري الحفاري هكذا كيبانو لك في الحين ديال الحبوب لك يخلي مطبيق الحل الحبوب سينين و اعوام كما كنقولو حنا يا كنتي عندك ديال السميرار ديال سينين و اعوام التسبوغات الحروق ديال الشمس شسيكات خيث ما بغتش تحيد لك ما خليتي مجر ربتي و بدون جدوى و بدون منفاعة النقاط السوداء الجلد الميت الابتوانواء كل شيء كل شيء لبنت اي مشكل سود حول الفم في العنق يعني صالحة اللي وجهه العنق و كذلك مطبيعة الحال تحت العين او موخية العين فبس حاور راحا و لا تنسوش بليس حبيبتي تجربوها و تردو علينا في تعليقات انا كنتظر تعليقات ديالكم و ما تنسوش تجربو لي احتهد المحلول هذا اللي منعيش و باردة البنات التحت العين و ما تنسوناش غزلات يملي لايك اشتركو في القناة تفعلو زل الجرس و هادي نتلقى معاكم في ميزة فوصفة عن قريب الى اللقاء